إذن هلأ هادي بدنا نحول هادي بدنا نطلع كمان نفس الشيء العلاقات الموجودة هون شوف يش رح عمل رح أخذ ال-U of S أطلعها هون رح أخذ هاد النزله تحت هون ورح تصير عنده هلأ هادي Y hat of S على B1 minus A1 B0 S to the N minus 1 زائد B2 minus A2 B0 S to the N minus 2 لاحظنا أوصل A1 تساوي U of S بتطلع فور وأنتي تحت ايش منحط منحط هادي مش هي اللي هي S to the N زائد A1 هاي غلط هادي مش هي هاي اللي هي BN minus A N وهاي بتصير A1 S to the N minus 1 لاحظنا أوصل هون A N أوكي ماشي هلأ رح أخذ هدول هلأ رح أساويهم بإشي اسمه Q of S أو إذا بدكم عشان أريحكم ما تقولوا لموين جبتنا Q of S إحنا مالخومين بلونها الواسطة رح نسوي هاي ب X one of S هلأ رح عامله الآن هون رح أحط وهون رح أصير عندي هلا X one of S رح أصير هادي X one of S رح أصير عندي هون رح يصير عندي النهاية X X of T X N هلأ رح تشوفوا ليش عملنا هاي بس إحنا عم نفترض أنه هذا السيستم في N state variables لأنه هو to the Nth order فكم integrator عندي N وهدينا هون من X one X two X three لحد ما أوصل X N وهون رح يكون عندي X N هلأ شو رح نعمل هون رح ناخد خلينا ناخد ركز على معادلة معادلة لاحظوا على فكرة هاي المعادلة إيش فيها انسوا هديك المعادلة هناك هاي المعادلة لو اطلعنا عليها هون إيش فيها فيها X وفيها U إيش بتذكركم الماتريكس A الماتريكس A وهاي X one لو أخدتها هون إيش بتذكرنا هاي Y can function of X بتذكرين المعادلتين إيش كان المعادلتين X dot بتساوي A X plus B U مش هين Y كانت بتساوي C X plus D U دي خلصنا منها حلينا مشكلتها قبل شوي هلأ عندي هاي المعادلة أولاقة بين إيش عندي X وفي عندنا هون U فهاي المعادلة إذا أخدتها الآن وعملت اللي عليها inverse la plus transform قدر أطلع منها وهاي المعادلة اللي هي كمان X one هون وعملت عليها inverse la plus transform رح تعيق علاقة ما بين Y و C X وإحنا الفرق بين Y و Y هات عارفينه هو بس هذا الجزء اللي موجود هون أوكي إذا نشوفوا شو رح نعمل رح ناخد الآن المعادلة الثانية رح أخد المعادلة هاي اللي موجودة هون لو عملت هلا inverse la plus transform عليها رح تصير عندي U of T بتساوي هلا لاحظوا هون X one هاي X one إذا أخدت X one وضربتها في S to the N شو بتعطيني؟ يعني اشتقيتها ضليت اشتقها كم مرة اشتقيتها؟ N N مش N minus one N فبصير عندي بضل اشتقها وين بوصل في النهاية؟ X N dot يعني اشتقتها S times فهاي كأنها بتساوي X N dot of T زائد عندي A one X كأنها هادي هون X N N of T مزبوط؟ لأن هون اشتقيتها كم مرة؟ N N minus 1 في N minus 1 رح توصلني هون زائد ايش عندي بعدين؟ A two X N minus one of T لحد ما أوصل في النهاية لاحظوا آخر واحدة من هون هاي ما فيش فيها اشتقاق مزبوط A N ما فيها اشتقاق فلما بضرب X one of T في A N شو بتعطيني؟ كل فاهم هاي المعادلة كيف ايجت؟ ال S to the N كأنها ايش في ال time domain؟ اشتقاق اشتقاق كم مرة؟ N وال S to the N minus one كأنها اشتقاق كم مرة؟ N minus one والواحد كأنها اشتقاق؟ ولا مرة، أوكي؟ نظبوط فضربنا A to the N A sub N في X one of T هاي المعادلة بش بقدر أحولها تشبه اشي اللي كان كنا نطلعه شو بدي أعمل؟ تذكروا المعادلة X dot أو X dash X dot بتساوي A X plus B U مين لازم يكون عندي على جهة؟ X مزبوط وعالجهة التانية يكونوا ال X's مش هي؟ خلا تطلعوا مش هاي فيها هون X dot وعالجهة التانية كلهم، هدول كلهم X وهون ايش عندي؟ Y شو بدي أعمل؟ بخلي هاي هون بخلي هاي هون وهدول كلهم وين بنقولهم؟ عالجهة التانية فبتصير عندي X N dot بتساوي Y أبتي حطها في النهاية وعندي هون إيش بيصير؟ هلا بدي أبدأ، ما أرى أبدأ بX N ببدأ بX 1 فإيش أول التانية؟ بحطوا مينس مينس A N عندي مينس A N مينس 1 مينس A N مينس 2 لاحظ ما أوصل بالنهاية بس هاي ما بتكفي عشان أطلع إيه؟ شو بدي أطلع كمان؟ بتذكرين المعادلات؟ كم معادلة لازم أكتب هون حطى أطلع إيه؟ ن ن ن ن ن أحيهم المعادلات هون ماشيان؟ X 1 dot شو بتساوي؟ X 2 X 2 X 2 dot شو بتساوي؟ X 3 X 2 زائد 0 لحد X N مزبوط و X 2 dot بتساوي 0 X 1 زائد 0 X 2 زائد 1 X 3 of T لحد 0 0 X N of T وبعدين بضل نازل لحد ما أوصل في النهاية X N X N dot هاي عندي إياها فX N minus 1 dot of T بدها تساوي 0 X 1 لحد ما أوصل في النهاية X dot بتساوي X N مش هيك فبتساوي واحد X N of T مزبوط هيك معادلتنا؟ وراح يجي عندي آخر معادلة إيه؟ مين راح تكون؟ إيه X dot هاي أوكي؟ هالمعادر أبني إيه الآن؟ وعندي B كمان صار هاي المعادلات المعاملات اللي هون وين راح تروح؟ التحت عفوا هاي هاي بيه آخر معادلة تحت إيش راح يكونوا؟ منس عندي منس A N منس A N منس 1 لحد ما أوصل في النهاية فإحنا U of T ما حطينا U of T المفروض نكمل هون نحط 0 U of T 0 U of T وهاي راح تكون آخر واحدة من هون 0 U of T وآخر واحدة راح تكون معاحد U of T اللي هي المعادلة ها فصار عندي هون آخر رقم راح ينحط عندي هون راح تكون اللي هو A منس A1 أوكي؟ ناخد أول معادلة ليش راح تكون أول المعامل؟ لاحظوا الأول 0 الثاني 1 وبعدين 0 مش هين؟ 0 1 الثاني 2 0s 1 بعدين عندي 3 0s مش الدايجونال اللي فوق الدايجونال فرح أكمل بالنهاية راح أوصل 1 هون وين الواحد؟ هادي هادي راح يكونوا 0s وهدو راح يكونوا وهذا الدايجونال إذا كملتوا من هون راح يكون 0s من هون وهدو 0s من هون ويندي هون في واحد فعندي هادا اللي هو l-off في الدايجونال مش الدايجونال off في الدايجونال واحد واحد لازمين كم integrator عندي هون n integrators هاي هدول الواحد الموجودين هون وهي المعاملات هادا الشكل اللي إيه اسمه controllable canonical form يعني يكون عندي المعاملات كلها اللي كانت وين في البسط ولا في المقام مقام 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 معاملات المقام نحطت كلها هون يدينا من a-n ل-n-one هيا أعطاني هدول هون وبعدين عندي هذا الدايجونال هلا b شو بيساوي بيع فكرة زيرو 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 آخر اشي واحد ما عندي بي بي يساوي زيرو 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 هادنا اوصل هون هذا اسم الكونترول بالكانونيكال الفور